مؤسسة رائدة تحرص على ترجمة التوجيهات الملكية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني وتمكين الشباب وأولوية تأييلهم من خلال برامج تدريب مهنية بكافة محافظات المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص التدريب التي يحتاجها سوق العمل اليوم ذهب بنا شوق المعرفة إلى معهد تدريب مهني أبو نصير لنسلط الضوء على أهم أنجازاته وبرامجه محة تدريب مهني أبو نصير هو تابع لمؤسسة تدريب المهني أحد المعاهد التي يغطي منطقة شمال عمان تم افتتاح محة أبو نصير بتشريف ملكي من جلالة الملكة رانيا في عام 2003 وانطلاقا من رؤى جلالة الملكة عبدالله الثاني في تحفيز ودعم الشباب الأردني في سوق العمل وتحفيزهم على الريادة والابتكار جاءت رؤى مؤسسة تدريب المهني ورسالتها في خلق أيدي عاملة ماهرة حسب تطلبات سوق العمل ضم التدريب في مهد أبو نصير عدد من العائلات المهنية بثمان اختصاصات مثل ما شفنا عندنا تخصص الفندقة اللي هي في مهارات الضيافة والطعام والخدمة والتدبير المنزلي التخصص الثاني اللي بتميز في مهد أبو نصير هو تخصص مشكل المصوغات برضو بنتمي لمستويان مهنيين اللي هو المستوى مشكل المصوغات ومشكل مصوغات بواسطة الشمع يعتبر التخصص بميز مهد أبو نصير لأنه هو تخصص وحيد في عنا في معاهد التدريب المهني التخصص الآخر هو الخياط النسائي كمان مثل ما شفنا بيستقطب كلا الجنسين شباب وصدايا بمستويان مهنيين هو محدد المهارات والمهر التخصص الآخر اللي هو مزخرفة الخزاف هو تخصص جديد في تم إنشاءه في مهد تدريب مهني أبو نصير برضو كمان نفس الاشي لمستويان مهنيين بمستوى محدد المهارات ومستوى المهر عنا شبنا تخصص حلاق نسائي هو تخصص ليس بجديد في مهد أبو نصير ولكن مثل ما شفتي تم التركيز عليه هو لتجديد بعض النقاط حتى تتوائم مع رؤى وتطلعات سوق العمل الخاص في الأردن بشكل عام بتميز التدريب في معاد تدريب المهني بشكل عام بتشكيل شخصية الطالب ليس فقط على التركيز على المهارات التقنية أو الفنية ولكن بيرركز على إكساب المهارات الشخصية من خلال برامج المهارات الحياتية وأنا بحب كتير تخصص الحلويات وأؤثرون كتير أسادتنا بخبراتهم وإن شاء الله يكون طمحي إن شاء الله يكون لي مصلحة خاصة فيه أو أكون إن شاء الله من ضمن كادر تدريب المهني إن شاء الله أبو نصير وتأبلوا أن أكون طالبة من أحد طالبة طلاب المعهد وكتير أنا فخورة في المعهد وبنتي ملائله كتير بحب المكان لأنهم الأسادة بيعلمون عن جد من ألبهم بيعطوك التدريب يعني بدين ما زي ما بيعطوه قسم الفندقة بتقسم إلى ثلاث أفرع منها مهارات الضيافة واثنين إنتاج الطعام وثلاث التدبير الفندقي إحنا هون قسم إنتاج الطعام قسم إنتاج الطعام بيعلم كامل أساسيات الطهي ومعنى شيف بيتر هو اللي بيعلمنا كيف نحضر الأطباق علمنا أساسيات كيف نستخدم البارد وكل بارد لشو منستخدمه أعطانا أساسيات كيف نبسك السكين وكل سكين لشو منستخدمها وإحنا هون يعني كتير حبين هذا المكان كتير استفدنا منه واستفدنا من شيف بيتر سموح إن شاء الله أصير بالمستقبل شيف أكمل بهذا الشي إنو أنا أجيت هون لحتى أخذ هاي الأساسيات إن شاء الله بس أطلع على سوق العمال فأزيد عليها وبكمل اللي حتى هون من درب الطلاب على سياغ الدهب والدورات نسميه مشكل مصوغات في عنا كم برنامج تاني عاد تصميم وعالشمع وعلى الصب وعلى الحام وعاد تصميم وعلى تفصيل وعلى الأساور والخواتم وعلى جميع الشاعر ومن دربهم على الإنتاج الصح أنا براي من خلائلة عمري 17 سنة دخلت تخصص الخياطة النسائي برغبتي ومحبتي للعمل والحمد لله استفدت من هذا العمل وماشاء الله يعني تعامل مع المعلمين محترمين كثير واستفدنا منه هنا نشاما ونشميات الوطن تغلبوا على البطالة في العمل ليكونوا أملاً يشرق كل يوم جديد اشتركوا في القناة